تعادلات والسابعة زي هيدرسون اللعب السابع اي 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 والحالة تدخل كرة كانت من هروع ما يكون شوف الكرة وطلب الكرة الكرة البينية عن طريق بن ناصر الربط بين الدفاع والهجوم خطيرة امكانية خطيرة اي 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 والنوع الميت رازع الميلان كده كانت قوية ملك ياو لمسر يا عدلي يضغط كوتماين المباراة الاكثر تهديفة في تاريخ الكالشو ليتالي بي بن ناصر يطلب كرة في العم تشيك عدلي حولي مر ممتع جدا عدلي الكرة واضعة تدخل بيونو براتي بثلاثية وجاني ريفا او ريفيرا عفوا سويديو الهدفة تاريخ الميلان ميتين ووحدة ميلان اسماعيل بن ناصر في حين يضغط يحاول افضل ميلان اسماعيل لمسع تصبح صعبة يا جاسب انسفر نقول تنتهي الحكاية والرواية في هذا الحفظية حول عدة يوم اشارة من الحكام السيد دانيالي ورساتو اوه تدخل طوي في اللغة الاخيرة يقصيها في المباراة الاخيرة من مونزا مباراة النسيان اكيد جدا لعشاق الديابولو يحين كرة من أوليب انتظار عودة البوسني على مستوى الخطة الخلفية اسماعيل بن ناصر فنان الولد مايس وكثر وصول لمرمى العارس ماركو كارنيسك في صليم يسين عادي من جديد اخر فيها يسين امامية الكرة امكانية لإسماعيل بعين ثالث بوليسيتش لإسماعيل وما زالت بحوزة دادي المياه اسماعيل امامية يتقدم كوب مائلس خطور وجاء يشرادي على قرار الحكام السيد دانيالي لكن بينوبايكو يمكن يقلب التون في حين تدخد يضع الكرة وينفع والإبعاد في حين التزيد ويمنح أفضلية أيضا كانت رائعة من بوليسيتش يلحقها يسترجح إسماعيل بن ناصر كرة على أطراف محاولة المرور يبعد كرة يحين لوكمان يخسرها يسترجح يسين عدلي أماميا يفتع اللعب انتلاق في حين التقتية رائعة من براسيو هيدرسون رائع في أول لمسة يطلب إسماعيل بن ناصر على أطراف يمشي إسماعيل إسماعيل يرفع كرة خطيرة ورحارة رضية لأوليفي جيرو التمهيد إمكانية لإسماعيل فرصة إمكانية خطيرة تزديدة جالي مين في حين إسماعيل بن ناصر كرة إمكانية إسماعيل يحاول يدخل إسماعيل يرافع التمهيد كرة نادي الميلان في المنتصف يتقع حوزة نادي الميلان إسماعيل لمسة الخفاء نادي التالنت الخلف إسماعيل بطريقة مثالية الكرات والنقلات والتحول للسيتش التمهيد لإسماعيل التوسيع من إسماعيل نعم موسيقى أشوف الكرة لمسة من أروع ما يكون الكرة ضاعت والفرصة راعت يا أبرا كدابرا كرة ترجع من جديد لعناصر نادي التعب منقول يفتقد للتوازن نادي الميلان في هذا الشمط يقشي ياسين البحث على الكرات البينية انتلاق قليل تراجع الدفاع كرة مرفوعة خطيرة راسية الدفاع يبعد الخطورة يسترجع ياسين على طرف لإسماعيل بن ناصر يتقدم إسماعيل عولي عدل إسماعيل كرة أمامية للرفع صباحين عدلي كرة على المشارف زلت الكرة لحوزة نادي الميلان ترجع كلين للدفاع طالنت وبهذه الناتجة نادي الميلان في انتظار الواقعية الوجومية الفينيش لنا وأيضا الفرص الحقيقية كرة نادي إسماعيل البحث على التادي الميلان في المنتصب عن طريق إسماعيل بن ناصر توصيات المدرب بالكسف على مستوى حفة الميدان في حين إذا كان يتهاب للدخول إذا كان يتهاب للدخول ممتل جدا إسماعيل جريم توزو أو ياسين ويكتفي بال انتظار موسى بكتب الناصر ديف حكم المباراة كوقت بدل فايع في هذا الحوار يا سادة انتلاقة من ياسين عدلي يضغط ديرسون للبرسيو اللمسة لي ياسين بحث على ثناية اشتركوا في القناة